كل كده أقول لكم واقع حصلت في مرة من المرات أنا كنت موجود في لجنة من اللجن المهتمية بمسألة معالجة مسألة الطلاق فاتصل بي حد فقال لي إيه؟ قال لي كده أنتوا لازم تهتموا بحقوق الرجال عشان كذا 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 أنا ورايا 12 مليون مطلق قلت 12 مليون مطلق كتير قوي ده يا ولدي وأنا لازم أقول لك الواقع ومعرفش إيه خلاص قفلت التليفون أنا بيجي لي تليفونات كتير بعد شوية اتسل حاضر بعد شوية اتصلت بي واحدة قالت لي أنتوا ربنا يحسبكم على اللي بيعملوا الرجالة في الستات وإزاي بيهدلوهم فالحقيقة يعني أي حد في الدنيا بيحط قانون في الأحوال الشخصية لازم يتعرض لمشكلة تعرض المصالح ما بين المطلقات والمطلقين ولازم هيبقى عنده مشكلة في الكلام عن الحضانة والكلام عن النفق الناس محتاجين مرة تانية يحسوا أنهم بينقدمين ويتقوا الله في نفسهم قبل ما يتكلموا عن القوانين احنا محتاجين شويتين تلاتة نفكر عن اختار ازاي ولما ننفصل ننفصل ازاي